في اليوم العالمي لمنهضات عمالة الاطفال يوم من دراسي احتضانة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذا ممثل اليونس فالمزيد مع سهيلة ضغم تكثيف الجهود لضمان تناسق وفعالية السياسات الوطنية حول عمالة الاطفال هو ما ركز عليه المشاركون خلال هذا اللقاء تحت شعار لا لعمالة الاطفال نعم لتربية نوعية كان اتفاق الدولية للجزائر لحماية الطفل ضد العمل قبل سن العمل كما رحضوا كان فيه اطفال موجودين معنا في هذه التدهورة باش كذلك حتى هم يستوعبوا منذ طفولتهم على الحقوق متاعهم بطاعة تكوين وتعليم المهنيين اخذها تدابير من بينها ايجاد مسارات كثيرة لتسمح لكل الاطفال قبل 15 سنة لخرجوا من بطاعة التربية الوطنية حتى تكون لهم مسارات يخرجوا بشهادات او بتكوين هذا وتسعى الجزائر الى ضمان جودة مجانية ويلزامية للتعليم وتنفيذ كل ما بشانه تفادي ولوج الطفل عالم الشغل ليبقى الاطفال في مأمن عن هذه الظاهرة